موسيقى مشاهدنا كرام في كل مكان أهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد والمباشر برنامجكم الرياضي الأسبوعي على قناة ميديان تيفي برنامج الماتش الذي يعود للمباراة للتنافس بعد غياب أربعة أسبوع كانت فيها كانت ضد فيفا أفكتبا طيلت مسابقات الشان ولا بد الإشادة للعمل للزملاء في القسم الرياضي في يومية الشان طيلت هذه المسابقة كنا في آخر حصة من برنامج الماتش أنهيناها بالشان والحديث مع مدرب المنتخب المغربي قبل انطلاق المسابقة كنا نبدأ هذا الفصل الجديد من برنامج الماتش باستقبالنا مرة أخرى للناخب الوطني جمال السلامي مرحبا بك مرحبا سي جلال مرحبا سي بدر الدين سي شام ومشاني الكرام دائما كيقول بدر الدين من أقدام الماتش كانت فعل خير على آخر ضيف دينا في البرنامج قبل انطلاق الشان السي جمال السلامي مرحبا بك ومرة أخرى شكرا شكرا جزيلا لك لتلبية تلك الدعوة وتواصل الدائم ديلك معنا وهنيئا هنيئا لك ولكل المغاربة بهذا اللقاب معنا كذلك اللاعب الدولي أحمد حمودان مرحبا بك سي أحمد مرحبا سي جلال ومرحبا مشاني الكرام كيف أنت ناسي سي أحمد مضخم بعدها؟ بيخر الحمد لله كل شي بيخر؟ لا بس الحمد لله على الطبي طبي برسوتي تراجعنا للجمالات لي معنا برسوتي 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 مرحبا بك مرحبا بك جلال مرحبا بسي جمال مرحبا بحمودان مرحبا بزميل هشام كل المشاهدين ومشاهدات الكلمات فهذا مساء الجميل مساء الاحتفال كن أعتقد على أننا كنا عند الوعد بمعيات سي جمال السلامي لأنه من خلال هذا البرنامج كانت قد بدأت رحلة الحلوب وأنا شخصيا قبل من المباراة النهاية كتبت له بما معناه أنك بدأت رحلة الحلم من برنامج الماتش إن شاء الله ستتويجها في برنامج الماتش وقد أوفى بالوعد فشكرا له شكرا لحمودان شكرا لكل أسود الأطلس على هذا الشيء الجميل لأداءه الجماعي المغربية لتبدأ سنة 2018 بأجمل صورة ممكنة بعد أن انتهت سنة 2017 على إقاعة تأهل الفريق والثاني نهاية كاس العالم وبعدها انتهت أيضا بتتويج البيداد البداوي بعصبات الأبطال الإفريقية هشامر مرحبا بك مرحبا جلال وفخور بأنني نكون في البلاطو دي الماتش اللي كان شاهد ومؤرخ للحظات دي التويج المغربي مع الويداد مع تأهل المنتخب الوطني واليوم مع المنتخب المهلي يعني سنة الأفراح وموسم الأفراح بالنسبة لكرة القدم المغربية وهذا الدينامية الإيجابية اللي كتمر منها كرة القدم في المغرب بطبيعة لحل تأهل المنتخب المغربي للمونديال كذلك فوز الويداد بلقب بطل إفريقية تتويج المنتخب المحلي بكأس الشان وكذلك حلم تنظيم كأس العالم عام 2026 نذكركم مشاهدين بأنه كمجرة العادة أن برنامجكم برنامجكم الماتش هو يعني يمكنكم تتابعه كذلك عبر صفحة الفيسبوك لقناة ميديان تي في فيسبوك لايف عبر صفحة الفيسبوك لبرنامجكم برنامج الماتش وإمكانكم كذلك أنكم تطرحوا الأسئلة على ضيوفنا اليوم على كل من جمال السلامي وحمد حمدان وكذلك الآراء ديالكم والانتقادات ديالكم قبل ما نبدأ مشاهدين الكرام خليكم مع هذا التقرير ديال الزميل عبدالله الجعفري حول هذه المشاركة الثالثة للمنتخب المغربي وانتزعوا للقب في هذه النسخة اللي نظمت بالمملكة التتويج كما قلناك يجي في سياق هذا الرابع الكروي المغربي خليكم معي التقرير مجد وجد ومن زرع حصاد ما قلت تصدق بالحرف على ما تعرفه الكرة المغربية من تألق كبير أندية ومنتخبات فبعد عودة أصدلت فاصل آيات كأس العالم هم الغائبون عنها منذ نسخة فرنسا قبل عقدين من الزمن وحصد الميدالية الذهبية الألعاب الفرنكوفونية لمنتخب أقل من 20 سنة على حساب منتخب البلد المضيف الكودفوار ثم تتويج الوداد البيضوي بلاقب دور أبطال إفريقيا المرة الثانية بعد أن الصعص عليه ذلك لربع قرم من الزمن وعلى الكرة المغربية في الألفية الثالثة منتخب المحليين أبدع وأمتع وأدخل الكرة الوطنية نادي المتواجنة بلاقب الشان لأول مرة أسود والبطولة الاحترافية وفي مشاركتهم الثالثة في الشان أوفوا بالعهود وكانوا في مستوى تطلعات الجماهير المغربية أبناء السلامي استثمروا تنظيم البطولة بالمغرب فاستغلوا بشكل كبير عاملي الأرض والجمهور كاشفين عن إمكانيات متميزة جعلت العديد منهم تحت مجهر أندية عربية وأوروبية عريقة المنتخب المغربي بصم على مشوار رائع قصه بربعية في شباك موريطانيا ثم ثلاثية في شباك غينيا قبل أن يتعادل سلبيا مع السودان بعدما ضمنت أهل دول الربع حيث أقصى في طريقه لمربع الكبار منتخب ناميبيا بالفوز عليه بثنائية نظيفة ثم تجوز المنتخب الليبي بثلاثية ليدرب موعدا في النهائي مع المنتخب النيجري الذي لم يستعص عليه والآخر فذك شباكه بربعية معلنا عن دخول المغرب رسميا النادي المتواجين بلقب الشان وعن جدارة والسحقاق تتويج المغربي باللقب في المشاركة الثالثة في الشان لم يأتي من فراغ بل هو نتاج عمل كبير ودأ من كل مكونات المنتخب وهو ما أثمر بالإضافة للقب ميلاد نجوم كبار منه من غادر صوب دورية أجنبية كأشرب شرقي وجواد اليميق ومنهم من أصبح هدفا لأندية أوروبية كبيرة كهدف المنتخب والشان أيوب الكعبي المفاجأة الصرى في شان المغرب إذن هي بداية لمرحلة جديدة مرحلة تشكل القطيع مع زمن الهزائم والكبوات لذلك يجب أن يتم استثمارها الصحوة من أجل مستقبل أفضل للكرة المغربية التي أبانت عن علو كعبها قاريا أندية ومنتخبات وتحتاج للتأكيد عالميا في الاستحقاقات القادمة والريهان المقبل البصم على نتائج إيجابية في مونديا لروسيا جمال إسلامي دمر أسبوع لتتويج لكرة القدم المغربية الفوز بلقب الشان بعد الفشل في نسخة رواندا وكذلك جنوب إفريقيا من داخل كيف أشعر تجريبا أنت جمال؟ بالنسبة لي شخصيا كانت تجربة مهمة خاصة أن هذا المشروع بدأت تقريبا منذ يونيو 2016 المشروع ديال الإدارة التقنية سيناصر اللارغات هو لوضع الفكرة والتصور بعد الموافقة ديال سيد إرفير رونار المشرف العام على المنتخبات وبالتالي تكوين التقنية كان بعناية خاصة لأن الأفراد دياله كل واحد والتصور دياله كل واحد الشخصية دياله ولكن كان تكامل في التقنية وهذا كان مهم جدا لنا لأن تجربة ديال البعض في عالم التدريب وإغناء التجربة ديال الآخرين فهي أعطتنا هذا المشوار هذا كذلك التقنية الطبي كان دور دياله مهم جدا السيسايد الزاكيني والأفراد ديال التقنية الطبي لأن قبل من الشان كان لدينا مجموعة ديال الإكرهات وبالعمل دياله مفسطة أن تغلبوا على الإكرهات هذه ثم كان مهم جدا لاختيار ديال اللاعبين لأن الاختيار ديال اللاعبين كان وفق واحد التصور لأن تتعرف بأن اللاعبين اللي تتختارهم باش تلعب مباراة ما شو ما اللاعبين اللي تتختارهم باش تجري واحد السيسالة ديال المباريات تتعيش واحد ظروف طيلة واحد ستواتلاتين يوم هذا شي كان كله داخل في الاختيار ديال اللاعبين بالنسبة لي أن اللاعبين كانوا في المستوى هم اللي وصلوا للمغرب لهذا التتويج لأن الروح اللي كانت تجمعهم والانضباط اللي كانت تجمعهم والإصرار ديالهم على تحقيق هذا الهدف سهل علينا المأمورية لأننا كنا نوضع جميع الخبرات ديالنا وتكوين ديالنا في الخدمة ديالهم لأن هم اللي زاكتور هم اللي هم اللي تدخلوا للملعب هم اللي تنفذوا التعليمات هم اللي تقدموا الأداء اللي استحصنوا الجمهور وبالتالي كان مهم جدا أننا نختاروا العناصر اللي قادرة أنها تلبي هذه المتطلبات هذا هذا والحمد لله أننا حققنا هذا الشيء وفي الآخر التتويج وكتابة التاريخ فتنظن بأنها ساعدة كبيرة خاصة من ناسة تكتب تاريخ ديال البلاد ديالك الكوراوي اللي تشرفنا به والحمد لله أننا كنا في قدر المسؤولية معنا كذلك كما قلت في الحصة ديال الماتش أحمد حمودان لعب الدولي لعب فريق اتحاد طانجا أحمد يعني لما كتكون من فريق كفريق اتحاد طانجا كتلتحق بالملتخاب كتكون هناك تكتولات كبيرة ديال الفرق القوي خصة الوداد والرجاء كيفاش عاشت انت هاد التجربة اللي ما بداتش فاتشان لأنك رافقت المنتخب طيلة هاد منذ مجيء جامل سلامي وزامت صراحة تجربة مع عمرات تنسالي يعني كنت مع لعبين في المستوى كنظن أن التتويج هذا فهو أعطاني واحد القيمة أكثر كنشكر الإخوان زمالي لاعبين لا مكتب جامعي لا تقم تقنيع للنصائح على كل شيء فإن شاء الله نتمنى أن نزيد نشتاج إن شاء الله ونفهم لأنها نادبة يعني ضغط الألقاب نعم نتمنى إن شاء الله أن ننفوز بها مع فريق تحاد طانجا أحمد حمودان يعني لاحظنا احنا من الخارج من خارج البيت واحد انسجام كبير اللي ظهر في هذه المجموعة وكنا نقوله يعني من ناحية التقنية يبدو كفريق مشي كمنتخب كيفاش واشنطين يمكنك تأكد لنا أن كيفاش كانت الأجواء كيفاش عشتوا هذا شيء كتكون لابد هناك تنافسية ما بين اللاعبين مسألة جد جد طبيعية على اللحظاش المكان لديسبونيب كيفاش عشتون تماما من داخل هذه التجربة أول حاجة كما قصر فلاعب كرة القادم اللي ما كيفريش أنه يلعب مع حضاش الولى فقنظن أنه يبدو المعنى ديال وفي نفس الوقت كنا 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 كأخذ يعني اللي يدخل المجموعة كامنا اللي يدخل كي يؤدي اللي عليه كانت أجواء زعما صارحة أجواء عائلية بعد ما تفارقنا فانقبع نقول لك أنا شخصيا زعما بحلا بكيت في الطرق والله حت زعما صارحة عشنا واحد الأجواء عائلية بززاف كان أولاد الناس كما قلت لك الحمد لله فاش كاسكون يعني النية وكيكون الإخلاص وكيكون تلاح ما بين المجموعة فكيكون نتيجة وذيك شي اللي كان الحمد لله تتوجنا بلقب ديال الشان وكان شكر الجامع على الضروح هذه جلال كنعتقد على أنه المغرب كسب ريهان ديال الشان على مستوين وهذا كنا دائما نؤكد عليه هو المستوى الرياضي وأيضا المستوى البنيوي أو الاستراتيجي لأنه لا ننسى لأن المغرب نضم هذا كاسف بطولة إفريقيا اللاعب المحليين في دات السنة اللي كيترشح فيها لتنظيم نهاية كاس العالم وبالتالي أراد ولو أنه هذا البطولة لا تمثل لك استعالم ولا كاسف إفريقيا الأمم أنه بعثة بلسالة مفادها لأنه عنده ملاعب من التراز الرافع عنده جمهور شغوف وأيضا عنده جميع مقويمات للإنجاح بطولة قرية من النوع وبالتالي نعتقد أن المغرب كسب الرهان إلى أبعد مدى اعتبارا إلى أن أولا هذه البطولة حطمت جميع الأرقام لعلى مساوى الحضور الجماهيري فاق بكثير ما كانت سجلته دورة جنوب إفريقيا لنهزت قرابة 300 ألف متفرج البطولة دي المغرب وصلت إلى 500 ألف متفرج على مساوى الأداء والعروض كنت أعتقد أنها كانت عروض جيدة وأيضا على مساوى الملاعب التي أجريت فيها هذه البطولة كانت ملاعب جيدة جدا بأرضية لم تتأثر برغم أنه صادفة أنه كانت الحالة الجوية حالة ممطرة أمطار الخير ولله الحمد ولكن مع ذلك الملاعب لم تتأثر والتنظيم كانت تنظيم محكم على كافة المساوى نأتي إلى الشطر الأخرى والرهان الرياضي واللي دخلنا وجامل السلام يذكر هذا الأمر هو أنه ما دخل هذه البطولة إلا لينافسها على لقبها وهذا الأمر لم يحدثش خلال المناسبتين الماضيتين فريق كان أعتقد بلغة الأرقام يؤكد جدرته أو أنه حرز هذا اللقب بعلامة الاستحقاق الكاملة يظهر ذلك من خلال أنه كان صاحب أفضل هجوم صاحب أفضل دفاع هداف التاريخي للبطولة صبح هو أيوب الكعبي لاعب في صف فريق الوطني أيضا عندما نرى الأتذيات المؤطرة على مرمى الخصوم كان أكثر فريق يصنع الفرص أكثر فريق يعني كي ينجح في تمريلات الحاسمة أنا بغيت نتكلم مع جمال على واحد الجانب لما كان شاهده الفريق الوطني حقا على أرضية الملعب فريق منسجم متناغم عنده شخصية عنده هوية لعب ولكن أيضا كتحس بأنه فريق أعضاؤه مترابطين بينهم بمعنى أنه كان هناك اشتغال كبير 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 جدا على المستوى الدهني وعلى المستوى المعنوي إلى أي درجة شخصية أنت أركزتي في اختيار هذا الكماندو للشان على هذا العنصر وإلى أي درجة اكتشفتي أن هذا الفريق بإمكانه أن يكون مسجمة في بينه ما يدرج هذا الخلال أو لما تجيش أي حاجة ليتنغص هذا عملي ذي التلاحم ذي المجموعة بطبيعة الحال سيبدر الدين الفاكتور ديالا بيرفورمانس كين هما متعددين ممكن يكون عندك فريق عنده في عناصر جيدة ولكن لما كانتش تجمعهم مشروع واحد فممكن ما ينجحوش لأن تشاعدنا تجارب فيه وبالتالي كان الهم ديالنا هو أن هذي اللاعبين يوضعوا المؤهلات ديالهم في خدمة المشروع ديال المجموعة المشروع ديال المجموعة هو تلبية الطموحات ديالجمهور المغربي جمهور المغربي كانت ينتظر التتويج بالكأس وبالتالي استراتيجية اللي وضعنا هي أننا هذي الفريق خصنا مشيو فيه تدريجيا وحنا تنقوى وحنا تنحسنوا من اللعب ديالنا حتى المباراة النهائية اختيارة ديال اللاعبين بطبيعة الحال كانت حكمتها مجموعة ديال الظروف أولا أن اللاعبين اللي كنات أعطيناهم الفرصة في أنهم يلعبوا لاعبين اللي كين اللي تلعن مع لاعب آخر في نفس المركز في الفريق دياله وبالتالي سهلت عنا المأمورية نتواجد مجموعة ديال اللاعبين من فريق الويداد اللي عندهم ديجا ديزو طوماتيزم بيناتهم لأننا ما كانش عدنا وقت كبير وباش نجهزوا هذ اللاعبين من هذا الناحية وبالتالي كين المكتسابات بنين عليها من ناحية المعنوية تنظن بأن اللاعبين العلاقة التي تربطنا بهم كانت مهمة جدا لأن طوال هذ المدة كنا بنين هذ المشروع ديال هذ المنتخب على شروط لأن وضحنا اليوم بأن القامس الوطني ماشي ماشي توب ماشي توب تي تلبس ماشي قامس تي تلبسه صافي عنده تاريخ عنده ناس لي ضحاوا عليه كان تابعينهم ناس عندهم طموحات كانت انتظارات ديال الشعب كامل وبالتالي الجامعة إلى وفرت الظروف ديال النشان تكون في المغرب وبدلات مجهودات فهذا شي كله خصوية تستثمر بشكل جيد لأن عدنا المؤهلات عدنا كل شي ولكن خصنا النساء والأنانية الفرضية ديال اللاعبين لأن كل اللاعب عنده طموح دياله عنده حلم دياله عنده أفاق تبحث عليها ولكن إذا حققنا المشروع والهدف ديال المجموعة فالكل غاد يحقق الأهداف دياله وهات الشيبان في مجموعة ديال المبارايات تكلمنا معهم بصدق أن كين اللاعبين اللي غي لعبوه نهار تلتاش المباراة الافتتاحية كين اللاعبين اللي غي يبدو كين اللاعبين اللي غي ينهيو المباراة وبالتالي كين أهمية ديال احتياطية عن كين اللاعبين اللي غي نحتاجه المنهار تلتاش ولكن كين اللاعبين اللي غي نحتاجه المنهار ربعا يعني وضعنا أمامهم اننا رحنا غنمش بأحتل في النهاية وابتالي كين اللاعبين اللي غئين في النهاية وبتالي هذا الشيخ عليه ان اللاعبين كلهم عموبيليزي الافتل احتياط للز Alert كذلك اعطأ فرصة لمجموعة اللاعبين في ممباراة سودان خلات ان اللاعبين كلهم القوم هايئين وكفوا الثانية جاهزين لأي مباراة وهذا شيء كان مهم جدا ثم العلاقة التي تطربط اللاعبين لأن كانوا عندنا خمسة لكابيتان ديكيب كل واحد تمتل شخصية كانوا بضربانون صلاح الدين السعيدي بضربوا الهرود جواد لياميق وعبدالعلي المحمدي كل واحد والمركز دياله كل واحد الشخصية دياله وبالتالي هذو كلهم كانوا تجمعوا العناصر للمنتخب وكانوا العلاقة اللي بيناتهم اللي تطربطهم خلت هذه القوة هذه تكون كذلك ما ننسوش بأن كل جدية ولكن كل العنصر كذلك ديال الفكاهة وديال المرح اللي كانت مثله وحمد حمودان وريضة تقناوتي كانوا دائما مع الجدية اللي كان مرة مرة تكون مزاح تكون ضاح تكون ماشاط وشي كان موهم جمال أديم جمعة كتعيش لمدة عشرين يوم ماشي عشرين يوم ماشي 36 يوم أكثر يعني أنا قصد زمن ديال البطولة يعني وبنسبة الضغط وكيف الإنسان كي يصرف هذا الضغط لابد أنه يكونوا هاتش كله كان في المجموعة كانوا كانوا اللي تدروا النشاط كين اللي تلعبوا كانوا كان عندنا إنصال ديال لوجوف كانوا تجمعوا اللعابات تلعبوا تضحكوا وهاتش كله خلا واحد الروح بيناتهم اللي كانت عالية وكان احترام سائل هاتش علاج قال لك حمو درا ما فترقوا بالدموع آآ بصلا يعني بعد دموع الفوز باللقاب دموع الفراق يعني لأنه الإنسان مقدار لحظات جميلة في مجموعة وليفنا بعض يازنا بزار صارح أبغيت نسولك حمودان دبنتا في مقتبل عمر الكوروي ديال كنعرف في تحى الطانجا ما شاء الله وبرستيه بشكل كبير يعني إسوة بكل لاعب البطولة الاحترافية شنو يمكن يمتلكوا الفوز بلقاب الشان هو صراحة يعني الفوز بلقاب الشان فكما قلت في الأول فهو كيعطيك واحد القيمة كلاعب يمكن تعد السؤال حتى ما رأيتم يعني هاد اللقاء غاد يحفز بزاف دي اللاعبين انهم يمشيوا نحو بطولة اخرى ربما يتوقوا انهم يلعبوا في الاحتراف لان منيك تكون بطل افريقيا رغم معناه واحد المسئولية واحد بداية حدود دم كما كتغرف فيعني اللاعبين البطولة فهم ما يزيدوا يجتهدوا اكثر بش انهم مستقبلا ان شاء الله يعني افشان لما جاء او الا في كأس العالم ليماجي ان شاء الله فاي واحد دباء كما شفت فالبطولة بداية تعطي لعبين حتى نفت مستوى قد ناجح فانتمنى ان شاء الله ان مستقبلا ان شاء الله تعطينا كعبي اخر ان شاء الله تعطينا لعبين في مستوى تعطينا حمود نفتور ان شاء الله نزيد نشتاد اكثر ونزيد نحقق القابة ان شاء الله جمال غا رجعناك شوية قبل من المنافسة بالنسبة المدريب بنا خطة عمال بنا كذلك مجموعة يتفاجأ أنه كان أوناجم أصيب أزارو مشى الاحتراف فوزير مشى الاحتراف مقران كذلك مشى الاحتراف أحداد اتصاب في نفس الوقت هذا يمكنني يكون خلق بالنسبة للمدرب ولكن ما كنتشفش أنه كان إيجابي كذلك لأنه ما خلاكش يبقى حيرا في أمرك بأنه مثلا في ذلك المراكيز أنك فقط عندك حالة اختيارات ما عندكش باديل لها هاتش علش المعسكارات اللي ذرنا من قبل كانت مهمة جدا لأن ذرنا واحد لبراسة جديرة تقريبا أكثر من 80 لاعب وفي الفترات الأخيرة ديال البطولة قبل من الشان فحنا درنا جدي المعسكارات واحد في أكتوبر واحد في نوفمبر كانوا مهمة جدا لأننا كنا في تواصل مع اللاعبين وبرزو بعض اللاعبين اللي أعطيناهم فرصة خاصة مع لاعب فارق الويداد العصبة الأبطال فسح لنا المجال أننا نادين على لاعبين آخرين باش نشوفهم منهم مثلا بالرحمة مهدي بالرحمة لما التحق بنا حتى المعسكار ديال أكتوبر كذلك زكريا حضراف وبالتالي هادو عناصر اللي قاعدنا في اللائحة في انتظار المستجدات الأخيرة ومن اللي يتصابوا لنا لاعبين لقينا بدائل كان مهم جدا لنا أننا نلقوا بدائل كان بقاعدنا بعد الإشكالات في بعض المراكز ولكن اختارنا لاعبين اللي عندهم مواصفات ديال المجموعة اللي تنبحتوا عليها رغم أننا كان عندنا خاصة في بعض المراكز ولكن أخذنا على تقديلنا أهمية ديال أننا نحافظوا على شروط ديال اختيار المجموعة لأن مجموعة اللي غا تعيش واحدة لمدة طويلة ممكن يكونوا في إكرهات ممكن يكونوا في مشاكل من ناحية ديال النتائج ولكن اللي تضامن بأنهم من خارطين في المشمرة ديال المجموعة عارفين شنو تنتظروا منهم وهذا كان مهم جدا لأن من بعد ما هيئنا الظروف اللاعبين وشرحنا لهم وفهمناهم الانتظار ديالنا منهم فإحنا كذلك كان عندنا اجتماع كطاقام تقني وطاقام طبي والمسؤولين على الأمتعاء والجميع والإداريين على أننا احنا أهم شيء يخصنا نقوم به هو خدمة اللاعبين توفير الجو الملائم اللاعبين وبالتالي الجامعة كذلك مشكورة لأن وفرتنا مجموعة ديال الظروف لأنها معدات طبية حديثة اللي خلتنا أننا نشتغل طاقام الطبي ديالنا يشتغل في ظروف جيدة لأن أهم شيء كان عندنا واتش اللي تلاحظ تلاحظ بأن اللاعبين ديالنا ما فقدوش من القوة البدنية ديالهم لماذا؟ لأننا كانوا عندنا دي مويند ركوبراسيون مهمين وبالتالي هذة الموينده ساعدونا كثير لأننا حافظنا على الجاهزية البدنية ديالنا حتى الآخر مباراة يعني تضافر الجهود ديال المجموعة كاملة ديال الجامعة هو اللي خلانا أننا نمشي ولهذا التتويج وبالأخص الجمهور لأن هذه النقطة نجي معك جمال لأنه مهم جدا أحيانا يكون الجمهور عنصر ضغط ولكن يمكن يكون عنصر ضغط سلبي على الفريق إنما لاحظنا على أن المنتخب المحلي عمل أقصى ما يستطيع للي يجعله من هذا الضغط ضغط إيجابي وبالتالي كانت الجماهير بعد المباراة الأولى والتانية ولدك توجد متعة في أنها تأتي إلى الملعب وتتتبع الفريق الوطني فإذا إلى أي درجة نجحته كفريق في أنكم تستفدوا من هذا التواجد الجماهيري وتجعلوا من هذا الضغط ضغط إيجابي ضغط محفز ليدفع الفريق الوطني إلى تقديم المستويات الجيدة التي قدمها طبيعة الحال سيبضر الدين الجمهور فهو وحافز مهم اللاعبين لأن دوافع خارجية مهمة وبالتالي الاعتماد على مجموعة اللاعبين التي لعبوه في الرجاء أو في الويداد وعندهم تجربة وعندهم استئناس بالمركب وبالأجواء دياله خلتنا أننا نحققوا جدين نتائج جد إيجابية في جلدة المباراة الأولى ذاك الشيال لش المباراة الثالثة غيرت مجموعة ديال اللاعبين لأن باش نحيد باش نساعد اللاعبين على أن تجاوز هذاك الحاجز النفسي لأن اللاعبين تناعرفهم كنا أنهم تلاعبوا في البطولة لاعبين عندهم إمكانيات ولكن كان مهم جدا لنا أنهم يتجاوزوا الحاجز النفسي في المركب هذاك شالش عطينا فرصة لذلك اللاعبين والحمد لله أنهم لعبوا مباراة كاملة واستأنسوا بالأجواء ديال المركب الدار البيضاء وبالتالي تنعرفوا الجمهور ديال مدينة الدار البيضاء من يتكون النتائج ومن يتكون اللاعب في المستوى فمتيب خلش فينا مباريات اللي كانت فيها الأمطار ديال الخير والجمهور كان حاضر هذا كان متعة وكان واجب علينا أننا نساعده والحمد لله أنا نستطعنا نصف يعني قبل ما نستمروا في النقاش نعطو كذلك الكلمة للمشاهدين الكرام لكتار اليوم يريد أن يشاركوا معنا ويطرحوا الأسئلة على ضيوفنا هناك مروان يونس يقول تحية لجمال الإسلامي المدرب الكبير اللي أعطى الفرصة للكعب ومن نساوش أنا إسلامي يقول مروان هو من اكتشف وليد آزار وأحداد وقبله فوزير وأخرين عبدو يقول برافو لأكيب ناشيونال ماروكين الشمبيون داخريكا مع جمال الإسلامي موسيو جمال الإسلامي عبد العزيز يقول السلام عليكم جميعا بالخصوص جمال الإسلامي وبرافو للمجموعة كلها هناك كذلك برافو للعب أحمد حمودان أحمد حمودان كل التوفيق لك مع اتحاد طنزا يقول مشاهد كريم الودادي البيضاوي يقول السلام عليكم جميعا أحزن مرنامج مغربي وهناك كريم يقول المدرب المغربي لما يعني كتعطاه الفرصة فهو كي ننجح فيها سنوصل الحديث مع ضيوفنا الكرام في الشوط الثاني من الماتش كون من أحمد حمودان وجمال سلامي وكن نعتذر لأن الكابيتان دي كي بليو مشوية مبليسي في الحنجورة لكن الماتش جاي إن شاء الله نكون أحسن لأنه الموين ريكوبراسيون عدنا تحنا هنا في نتو بزيان نلتقي بعد لحظات قليلة في الشوط الثاني من الماتش روجي كي قول بوز لكيسيون جمال سلامي بوكو يبوردين دير حمراء وانا دير معا التعادل بوالا 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 الوان الراية الوطنية بوالا الراية الوطنية هناك ساعد يقول برافو السلامي اللي حافظ على معنويات اللاعبين في كل الأوقات الأوقات الحاسمة خصوصا رجعوا للشق التنظيمي حيث أن المغرب يعني ضرب أكثر من عصفور بتنظيم هذه النسخة الخامسة من الشان من جهة التتويج بطبيعة الحال المنتخب باللقام وجه أخرى نجاح تنظيمي وجماهيري يعني لافت وأرقام قياسية تحطمت خلال هذه النسخة الخامسة من الشان نزيد من تفاصيل فالتقرير لعبد الله جعفر النجاح رياضي تنظيمي وجماهيري لنسخة الخامسة من الشان والتي أجريت فعاليتها بأربعة مدن المغربية لأكثر من ثلاثة أسابيع نجاح تؤكده لغة الأرقام التي لا تعرف الكذب بالإضافة لشهادات المفاعلين كبار في عالم كرة القدم الإفريقية وعلى رأسهم رئيس الكاف أحمد أحمد الذي أثنى على تنظيم المملكة مقارنا لها أن تقام بالمغرب لولا الصعوبات التي اعترضت كينيا فرياضيا قدمت الدورة صورة طيبة عن الكرة في القارة الصمراء رغم الفارق في المستوى بين المنتخبات المشاركة ورغم غياب قوى تقليدية في البطولة عن شان المغرب ومن بين الأرقام المسجلة رياديا هناك تحتم رقم القياس للهداف التاريخ للشان والذي أصبح في حوزة نجم المنتخب المغرب أيوبا الكعب بتسعة أهداف بفريق أربعة أهداف كاملة عن الرقم السابق الملاعب المحتضنة للمنافسات كانت في أبه حلا وعلى جميع المستويات وزدها دفئا وجمالا الحضور الجماهري الغفير الذي عرف تسجيل رقم جديد غير مسبوق ففي الوقت الذي شاهدت فيه دورة جنوب إفريقيا حضور نحو ثلاثمائة ألف مشجع عرفت نسخة المغرب رقما كبيرا تجاوز حاجز نصف مليون مشجع وهو رقم كبير يؤكد العمل الكبير الذي أنجزته اللجنة المنظمة بكسب رهان الحضور الجماهري المعادلة الصعبة والإشكال الكبير الذي رفق النسخ الأربع الماضية من حيث التغطية الإعلامية فشان المغرب تميز بحضور نحو ستمائة صحفي من جنسيات إفريقية وأوروبية كما أن نقل المباريات تم بإمكانيات مغربية مئة في المئة في سابقة في تاريخ الشان كل هذه المعطيات تمنح المملكة العلامة الكاملة وتجعلها في قائمة الدول الأقدر والأجدر بتنظيم المنافسات القارية والعالمية والشان ما هو إلا بروفا لما هو أكبر والحديث طبعا عن تنظيم المونديال والذي يطمح المغرب لاحتضانه في العام الفين وستة وعشرين موضوع المونديال وترسح المغرب للمونديال القديم يكون هو موضوع الحلقة القارية من برنامج برنامج الماتش بدر الدين نجاح تنظيمي كنت خوفت كثير قبل من تلاق الشهر مما يخص الحضور جماهيري جلال كنا أعتقد لأنه المتلقي المستمع والمستمع الكريم ربما يذكرون على أننا ما كنش كنزيدو ونحن نراهين على أنه هذا النسخة الخامسة دي البطولة إفريقي اللاعبي المحلي ستكون واحدة من أنجع النسخة على الإطلاق الأمر لا يتعلق فقط بالعدد الحضور الجماهيري اللي يصل إلى نصف مليون مشاهد متفرج متلما جافت قري دي الزمين عبدالجعفري ولكن أيضا في واحد مجموعة من الأشياء اللي كان اعتقد على أنها سجلت واحد نقط إيجابية لا يمكن للكونفيدر أنا كان أعتقد في طليعتها أننا أشعرنا لاعب البطولة المحلية كما لو أنه يلعب كاس إفريقي للأمم لأنه الكل يعرف على أنه النسخة الأربع الماضية دي البطولة إفريقية لللاعب المحليين ما كانتش كتوصل لمستويات اللي كتنظم فيها كاس إفريقية للأمم اليوم كان أعتقد على أن المغرب بالإمكانيات اللي وضعها أمام عند المنتخبات المشاركة بالإمكانيات اللي وضعها في تنظيم الجماهير وفي الدخول دي الجماهير أيضا التوافد الإعلامي اللي فاق 600 إعلامي إفريقي وأيضا أوروبي كل هذه المعطيات كنا أعتقد أنها جعلت الكونفيدر الإفريقية اليوم كتقول على أن المحطة الخامسة التي أقيمت في المغرب أكسبت الكونفيدر الريهان وعطتها الحق في أنها لما رهنت على بطولة من هذا النوع ولو في ظل الانتقادات وفي ظل الجدل وفي ظل عديد من المؤاخدات علش إفريقيا لوحدها تستتنى ضمن القارات وتنظيم بطولة اللاعب المحليين كنا أعتقد من يتصفح الأرقام من يشاهد الحصائل الرقمية وأيضا الرياضية لهذه النسخة جلل إلا ويوقين على أن الكونفيدر الإفريقية كان لها الحق عندما أطلقت هذه البطولة يكفي أيضا وبحل كنا نتكلم ويشام على طرق طريق اللي ربطتنا من الرباط إلى التنجة أن هذه البطولة أيضا ساهمت في تلميع صورة عدد كبير من اللاعبين الأفريق بخاصة اللاعبين المغاربة اللي شاهدنا على أن على الأقل ثلاثة منهم الآن توجهوا إلى الاحتراف الأوروبي والاحتراف العربي وعلى أن هناك ستة أو سبعة لاعبين دفعة واحدة توجد لهم عقد هي موضوعة في الرفف وأعتقد ستتم منقجتها مع نهاية الموسم الرياضي الحالي وهذه النقطة هذه اللي بغيت نشوف معك جمال لأن الشان جاف في سياق الميركات والشتوي كيف تعملتي مع هذه الحالات بعض مرات أخبار انتقال بعض اللاعبين انتقال فعلي بعض اللاعبين تكلموا على جوادياميق ولا أشرف بن شرقي وحاولت تتخلي الكل مركز على الأهم وهو اليوم أربعة في فغي واللقاء النهائي يعني كان عندهم خصم آخر من غير الخصم في الميدان وهو الأخبار انتقال بالحال اللاعبين تنظن بأنهم كانوا مشكورين لأنهم الاهتمام ديالهم الكبير بالهدف وتحقيق المطالب ديال الجمهور المغربي كان هاجس عندهم كبير لأن كانوا تحلموا أنهم يحقوا ويكتبوا تاريخ ديال الكرة القادمة المغربية كانوا واعيين بأن هذا الفريق اللي غينتقلوا ليه بطبيعة الحال الحقق لهم واحد الحلم وواحد المحطة في المشوار ديالهم ولكن نرى غير محطة من بين محطات أخرى ولكن تاريخ ديال البلاد ديال اللي اللي كان مهم جدا لأنه كان عندنا اجتماع مع اللاعبين بجوج وتكلم معهم وطمنهم على المستقبل ديالهم على العقود ديالهم على الإشراف الشخصي دياله على هذا العقود ولكن طالبهم بتحقيق الأهم لأن الأهم هو تحقيق هذا الحلوم هذا والحمد لله أنه تحقق وهوما اللاعبين مشاوا والتحقق بالأندية ديالهم شفنا أشرف بن شرقي مشا وسجل هدف اليوم كذلك جاء ديال كان الخير على الفارق ديال ومتاصر خارج الملعب هذا الإشعاع ديال هذه البطولة هذه بالنسبة لي مستقبلا سيكون عنده تأثير على الاستعدادات ديال المنتخبات الإفريقية ويكون عنده ضروري الاتحادات الإفريقية سيغير من نظرة ديالهم لهذا منافسة هذه لأن الإشعاع الإعلامي ديال دورة هذه فهي كسبات اللاعبين المغاربة وحد الحضوض كبيرة فأنهم منتقلوا الاحتراف وبالتالي مجموعة ديال اللاعبين أفارق اللي عندهم مؤهلات ولكن نظرا الاستعداد ديالهم اللي ما كانش في المستوى شفنا كيفاش أننا نحن استطعنا باستعداد ديالنا لمدة طويلة أننا نسيطر على هذا المنافسة في جميع المحاور ديالها عيشام حمودان واحد السؤال اللي يمكن أنه يبان باديهي ولكن كنظن أنه مهم يعني قبل المنافسة كنتو كتهيئ معسكارات قبل المنافسة شنية الأشياء يطلب منكم جمال سلامي واش كان المطلب الأول هو أننا نحن نفوزه باللقاب ولا دكش يجعل مراحل لنحن المنافسة أول الحاجة اللي كان كيطالبنا بها سي جمال السلامي من البداية ما تخبيوالو قولي لا ما خبيت كان كيطالبنا بكلمة واحدة واي الاحتيران هذي أول حاجة من بعد من اللي غزب المنافسة فكان ضروري لأننا نفوزه بالشان كان دائما كيطالبنا بش أننا نفوزه بالشان لأنه هي كنص فرصة الشان كيتنظم في بلادك فميمكنش تسمح فيه فاتش اللي كان كيقول لنا وصار لكيخليكم أحمد أنكم كيخليكم التعاملون مع كل مباراة على حي دا الإنسان قبل ما يفكر في الشان خصو يفكر في هذه المباراة طبعاً كان كل مباراة يعطينا كيطالبنا آمية دياله إحنا مشينا تدريجياً يعني كل مباراة يعطيك يعطيك معلومات على الخاصن يعطيك هذا من بعد فاش تخلنا الربع ثم بدأت ذاك تزاد علينا الضغط شوية ذاك يظن أن كل شي طريب وليتو كتشارب أنكم قريبين من الهدف طريب نعم اللي وصل فينا الصافي حمودان يعني بالعودة لهذا روح هذا المنتخب وهذا المسابقة ديال شان وش ما لحتيش أن من خلال هذا المنتخب المحلي اليوم يعني بعد الأبواب بدتك تفتح بالنسبة لللاعب الممارس في البطول الاحترافية الاتصالات المغرب قبل يعني سقف طموح كان نزل ومجدود بالزبنان المنتخب الأول صعيب تدخله كيف قال كيف تقدر إلا كنت زمان لجم النجوم تقدر تلعب في قطار تلعب في الإمارات شاحنا اليوم وهذه هو النجاح المسابقة الاشتراف وهو أنه اعطاء القيمة وإخراج لاعبين للبطول لمحلية إفريقيا واللي خاص يستفد من هذه المسألة يمكن لاعبين يحسب ولكن الجامعة الجامعة ستعرف بأن هذه السياسة المنتخب الأول إذا كانت مزدودة في وجه اللاعب المحلي فكنظن أنه مغطو شكرة المغربية وبالتالي فأنا نأخذ دروس من هذه البطولة وكذلك من هذا التتويج ومن هذا الإنجاز لأننا نستثمره لأننا في تاريخ لا يمكن أن نستثمره الإنجاز ولا الإخفاق الآن نستثمره لأن نزيده ونخدمه ويمكن أننا ببال ونعسون نقول لا كل شي بخير درنا الإنجاز أريد أن نرجع لك أحمد حمود يعني اليوم ونت تشوف الزملاء سواء فريق تحط أو في المنتخب المحلي أو الخصوم في البطولة وش لاحظتي بأن هذا الباب الأمل تحل للجميع وكذرون أنتم ما فاتش هذا تقول الآن يعني ما بقيت المهمة مستحيلة طبعا نقدر نقول لك هذه خمس سنين تقريبا كان كيف أنك صعيب تحترف لأن هذه مدامة لاحظة في البطولة وطنية أنها احترف في أوروبا مثلا ف مع الشنادة مع الحتراف جود اليامق و أشرف بن شرقي يعطيك واحد الآمل لأن يسهل عليك سهل إنسان يخدم ويشتهد سهل أنه يحترف لأن سيفوزي القجاع مشكور على العمل الذي يقوم بها فمن بعد ما جاء ديالو فالكورة الوطنية تحسنت بزاف نتمنى إن شاء الله أنه مستقبلا اللاعبين كلهم يحترفوا في أوروبا إن شاء الله بقلنا العديد من النقاط ما نشوفه معكم وخصا مع جمال هناك موضوع آخر وموضوع الديربي لكن قبل عندي روح المويد شفو سلمات شنويك أسئلة قصيرة وأجوبة قصيرة جمال السلامي هناك العديد من المشاهدين كيرام بغين يطرحوا هذه الأسئلة وخصني ضروري نوصل لأمريك هناك أسئلة حول يعني الدور اللي قام به إغفيرونار في هذا الشان والإضافة لإعطاء اللاعبين طيلة المسابقة إغفيرونار التواجد مع هذا اللاعبين كان تمت محافظ مهم ودعم مهم لأن الحلم لللاعبين الأول كان أنهم يفوز بالشان ولكن الحلم الكبير هو أن يتواجد في اللائحة اللي غا تكون في مارس للمنتخب الأول وبتالي السيد إغفيرونار بتواجد دياله معهم وبالحاديث دياله معهم فكانت يوضح لي مش نمى الشورط باش أنهم ممكن يكونوا في اللائحة دياله هذا كان مهم جدا والملاحظة دياله لأنه كذلك بعض المباريات كانت مهمة جدا لأنه عنده تجربة كبيرة والمساهمة دياله فالتتواج فهي كانت واضحة كبيرة بالنسبة دياله واش أكد لك إغفيرونار ربما القسينة عديرو بعض الأسماء اللي يكونوا حاضرين ربما في المباراتين القادمتين أمام كل من سربيا وأوزباكستان مباريات تحضرية للمونديل طبيعة الحال كنين اللاعبين اللي لفتوا الأنظر سيد إغفيرونار بالنسبة ليا يكون بخير لحتى الكأس العالم لأنه هذا شيء اللي بصمع عليه فما يمكنش يدوز لما ينتبه لسيد إغفيرونار كذلك المستوى اللي يظهر به مثلا البضربانون ما يمكنش ما يكونش شافوا لأن السيد إغفيرونار كان خداع معه في المنتخب من قبل وتعرف مؤهلات دياله ونتمنى له التوفيق كذلك مجموعة دي اللاعبين آخرين ربما أنهم يكونوا في اللائحة دياله هناك سؤال آخر لك جمال حول المستقبل ديالك رفقة الجامعة المريكية المغربية لكرة القدم بالعلم أن العقد ديالك ينتهي في نهاية شهر فبراير كان ينتهي شهر في فبراير وأيضا كان ربما الهدف الأقصى المطلب منه هو إصال المنتخب الوطني للدور نسفنائي الأهداف اللي كانت مستطرة لهذا المنتخب هو أننا نساعد اللاعبين المحليين بهذه المعسكرات اللي درنا كاملين على أنهم يقربوا من المنتخب الأول يكونوا رهن إشارة المدرب ديال المنتخب الأول الحمد لله تتحقق بجموعة ديال المناسبات الهدف الثاني كان هو أن في هذه الإضافة اللي يأخذنا فيهم معسكرات أننا نقرب اللاعب المحلي من أبواب الاحتراف الحمد الله هذا هو تحقق الهدف الثالث كان هو أننا نتأهل الشان وننفس على الشان لأن الأول ما كان معروف كان الشان سيكون في كينيا ولكن من تأهلنا وعلى المنتخب المصري وجاء والمسؤولين كرة القادمة المغربية جابوا المنافسة هنا المغرب فصبحنا مطالبين بأن نمشي ندافع على الحضود دينا ولما لا نفوز الحمد الله حقنا الهدف الثالث كذلك يعني جميع الأهداف حمد الله حقنا أنا العقد الذي تربطني مع الجامعة تنتهي بشهر فبراير لأن كان مرتبط بالشان ثم الآن كان اقتراح دي المشروع جديد من طرف سيد ناصر لارغات وسيد إيرفيرونار غير نشوف فيه نجالسهم ونجالسهم مسؤولين في الجامعة لأساس لأن نوضح هالأمور ونشوف فيه ممكن نمشي إن شاء الله إذن الآن البعض مباشرة بعد الدول الصحفية اللي يعني جات مباشرة بعد الفوز بالبشتان وتستريحك بأنك الآن يعني قلوه وفينا يمشي درب جمال السلامي واش منتخب الليبي واش فارق أخرى العديد من المشاهدين الكرام قال الوقت قليل بغينا نمشي نتكلم شوية على الحدث في هذه نهاية الأسبوع كان هو الدربي 123 للجرامة بين فريقي الرجاء والوداد فوز الرجاء بهدف بدربانون في آخر الأنفاس نخلكم مع بعض ردود فعل اللاعبين الرجاء وكذلك مدرب الوداد فوزي البنظر اللي بعد المباراة الحمد لله انتصار مستحق كماشي العنصر كانوا في المستوى أخلقنا فوراس ما استطعت عناش نجلوش جدنا جوج أهداف اللي خولت لنا وتعطنا طروب فاللعبين مشكورين وكنشكر الجمهور اللي حضر معنا الحمد لله أولا على الفوز هذا اللي اليوم كنا جميع اللاعبين مساعدين بشي فرحوا جمهور الكبير اللي دائما مساندنا الحمد لله تلقينا عهداف مباغت في الصوت الأول لكن جميع اللاعبين مقاوموا مركزين ومآمنين بحضور ديالهم السطع أننا نسجلو هداف الفوز اللي منح لنا تلات نقاط لأهم فالمقابلة بسنبقوا وقراب صدر ترشيب رغم مقابلة تلات نشكر جماعي الله رياضي دائما تلات جماعي كبير جماعي ريضاوية سيكون إنشاء الله من القدام بش محافظين على التركيز ديالنا نساود مقابلة ومفكر مقابلة للأولم في خريبان الحمد لله دكشيد ازميزيان الحمد لله بل أهم أهم تلات روى وفرحنا جمهور راجاوي كنت محافظين يزميزيان مقابلة أهم يزميزيان بل أهم من مركز فوزيان مقابلة كانتظم هذه العامة أصبحت بل أهم يزميز على تجوه لأنني اخش اصبحت لا كانسان لحظة أنا أعطا حيث سادس بلان فيزيك. برمالا لزمان جافي سيجور كيزي تاني كيب ناسونال يزي تاني كفاديقي. والاكدق لجمال اسلامي لعبين المنتخب كانوا شوية يعيانين كما قال المدرب التونسي فوزي بنظرتين كفاش بسرعة جمال شبين تعد الديربي. ديربي كان ممتع لان الفرق بجوج لعب الكورة لان المدربين بجوج لعب الكورة ما تيحسبوش وبتالي كانوا فراس من الطرفين فارق الويداد كان مسيطر في شوط الاول كان ممكن انه يسجل اكثر من هدف ولكن فارق الرجاء في شوط تاني يعرف كيفاش يتعامل مع المباراة وانتصر. اهم شي هو ان جمهور خرج راضي على 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 الاداء ديال الفريقين اه وبالنسبة لي اه اللاعبين الدوليين كانوا في في المستوى اه شو مكان قبل ما نوصلوا قبل ما نوصلوا نشوفوا شنقلت الجماهير ديال اه الرجاء والويداد اه يعني على هد اه اه الديربي ديال البيضاء في فقرتنا اه فقرت ميكرو الماتش. بروك على الفريق الرجاء البيضاوي اه كنا كنتمنوا اه ان الفريق الويداد البيضاوي يفوز ولكن بروك على الرجاء والاكتشاف ديال اللعبة الجدادية اهم حاجة اللي ربحنا فاد فاد المقابلة هادي. بانون منسوش خيرك ولكن الرجاء ديما ديما الحمدولله نار كبير هادا. هادي هي كورا ما خط واحد يتقلق. ديما ويداد ولا يخلي نتيجنا. لا نتيجة مزيانة في صالح الرجاء. وحنا را فرحانين. فرحانين على هذه النتيجة. محساجين. محساجين. انا اخوي علي اعبين في زيان. ما في الاخر ما يعني مادل نهوالو وتعال ماركوة من البيت ولكن باش يموشكي. احنا دينا العصبه و باش يموشكي لات النتيجة هذه بالسحالة. ما رجاء. ودير بيكان مياه في مياه رجاوي. الويداد ما ماركوة ودير بيكان مياه مياه رجاء. ودير بيكان مياه رجاء. كينيش لعابة اللي بحالك يضحكونا بمثلا الحداد السعيدي. ما يكشيريش فينا مع المنتخب ماشناش فكنشوفوش مع فارق الويداد. واش هما يعني ملاد ما كيموتش علتوني. مشتك الماشات اللي كنشوفوه دينا العصبه ما كينيش في الدينبي. كنا ربحوا بكشر. لعابة زغلوب زاف. ما مكادرواوش البوطة. وموام ربحنا بموام مترواب بواء وكاش خلينا في مركز الثاني. موام. اللعابة زغلوب. زغلوب زاف ديال الفورس. فقات دقيقان نلوجها معك أحمد حمودان ثلاثين ثانية. الآن الشانتها. كيفش كتشوف المسيرة ديالك رفقت فارق تحت تنزا على الأقل حتى نهاية الموسم. ان شاء الله نتمنى ان هذا الشهر اللي يبقى ان شاء الله دور الثاني اللي يبقى في البوطولة. نتمنى ان شاء الله نقدم واحد مستوى طيب. وليما لا الفوز بالبوطولة ان شاء الله لأن كل شي سهل. كل شي سهل في الديناء. نتمنى ان اللاعبين نتحدوا مع بعض اياتنا كمكتب مسير وكتقم تقني ان شاء الله كجمور باش ان شاء الله نفوزوا بلاقات. ايضا تاريخ الالقاب الان كلتي عارفنين بدوزليها. ما المنتخب تاريخ الالقاب. خصوصا ان الفريق تحت ان شاء الله لم يسبق له انفاز باي لقب من البوطولة احترافية. شكرا جزيلا لك سي جمال سلامي لتلبيتك الدعوة. شكرا احمد حمودان شكرا لزميلين بدردين الادريسي وهشام رم رم الى هنا تنتهي هاد الحصة اليوم برنامج كن برنامج الماتش. لكم تحياتي انا جلال بوزرارة ومعدة فقرة الماتش زميل عبدالله الجعفاري جميع زملاء فتاقم التقني وكذلك مخرج حلقة اليوم محمد عاففي. نلتقي يوم الاحد القادم في عدد جديد من الماتش. ولان نخصوه نذكركم مرة اخرى لترشح المغرب لمونبيال 2026 للي قبل. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر